اهلا وسهلا بكم متابعي قناة لقطة فنية في كل مكان اعلن الصحف الكويتي ابو طلالي الحمداني نبأ وفاة اعلامية كويتية بغرعة مخدرات زائدة كانت تشاركها مع شاب من اقاربها وفي تغريدة عبر تويتر قال ابو طلالي الحمداني ان الاجهزة الامنية عصرت على جثة الاعلامية بعد اختفاءها بعدة ايام وازهر تقرير الطبيب الشرعي انها توفيت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات ووفقا لما ذكرته المواقع الاعلامية هي ليالي اسد وقد القت الاجهزة الامنية القبضة على الشاب المتهم بمشاركتها التعاطي ومشتبه في انه كان يجلب لها المخدرات وتم احتجازه على زمة التحقيق واضاف ابو طلالي الحمداني ان الشاب المبتهم هو من اقاربها وقام بتركها بعد ان سقطت ميتة في الشقة نتيجة الجرعة الزائدة واغلق الباب عليها وخرج وفي اليوم التالي اتصل باقاربها وادعى انها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة وعندما عود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وانه يشعر بالقلق عليها وطلب منهم الزهاب الى شقة والاتمقنان عليها لكن صديقة المتهمة افتقادتها فذهبت الى شقة وبعد انطرقت الباب بضعة مرات اكتشفت ان باب شقتها مغلق لكنه ليس مقفلا فقامت بفتحه والدخول وعصرت على جسد الاعلامية متوفية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة